ما الهدف من اجتماع أعضاء الحوار السياسي الليبي الذي ذكرناه والذي تم بحضور 18 سفيرا والمنصق الأممي مارتين كوبلر في تونس يعني ما الهدف من هذا الاجتماع؟ أتمنى أن يكون الاجتماع من أجل مصلحة ليبيا ومن أجل الخروج ليبيا من هذه الأزمة ومن أجل توافق الأطراف سواء المؤتمر الشعبي الوطني الشعبي العام الليبي أو مجلس النواب أو حكومة طرابلوس أو كل الأطراف يجب أن تراعي المصلحة ليبيا الدول الخارجية لديها مصالح مختلفة في ليبيا هاته المصالح المختلفة إذا انتقلت إلى الشعب الليبي وانتقلت إلى السياسة الليبي وانتقلت إلى الحكم الليبي لن تؤدي إلى تصالح التصالح والوفاق الليبي يجب أن ينبني بين جميع الأطراف هذه الأطراف السياسية التي لديها خلفيات دا جماعات مسلحة الكل يحمل رشاش ويرسل صديقها للتفاوض على الطاولة هنا لا بد أن تغيب لغة السلاح وتحضر لغة الوطن ولغة الوحدة ولغة العقل طبيعة الحالة هذا الخطاب المثالي الحي سيكون عندما يتحرك الضمير الوطني الضمير الذي يريد بناء ليبيا ليبيا التي كانت ضيعة للقدافي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون ضيعة لزيد أو عمر ليبيا اليوم ستكون للليبيين باختلاف مشاربهم السياسية واختلاف إيديولوجياتهم لكن الوضع ليس كذلك الآن حتى هناك عرق للاجتماع ومجلس النواب هناك عدم القدرة على منح الثقة أو التوافق على حكومة موحدة في ليبيا عندما يغلب الفرقاء السياسيين المصلحة الوطنية سيتفقون عندما ينظرون من خارج هذه القوقعة الضيقة للمصالح الشخصية وبعض المصالح الإقليمية سيتفقون لا بد من تنازلات في جميع الاتفاقات ما معنى المفاوضات المفاوضات هي تنازلات وليس تحقيق انتصارات لا بد من تنازلات من جميع الأطراف حفاظا على الوطن الليبي الذي يعتبر مفخرة لنا كعرب ومفخرة لشمال إفريقيا ومفخرة للقرى الإفريقية كذلك الذي تحتاجه اليوم قبل الغد وقبل الأمس نحتاج الوطن الليبي اليوم في ظل شماعة الإرهاب التي تتحرك بآلة التحكم من بعيد هذا الإرهاب الذي أصبح يتحرك من دولة عربية إلى دولة أخرى يحارب فقط التوجه الديمقراطي هذا سؤال لكل من يلعب بهذه الشماعة لماذا الإرهاب يتحرك فقط في الدول التي تريد التغير الديمقراطي أما الدول الديكتاتورية فهي دول مستقرة هذا يطرح أكثر من علمة استفهام للكثيرين نعم في هذا الإطار وهذه التطورات في الملف الليبي إعلان فرنسا أنها ستقترح الاثنين على الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على المسؤولين السياسيين الليبيين الذين يعطلون قيام حكومة الوفاق من ضمن الأشخاص التي تقترحها فرنسا رئيسي برلمان طبرق وترابلوس ورئيس حكومة ترابلوس حسب مصدر أوروبي يعني هل التهديد بهذه العقوبات يشكل الحل وهل هذه الأطراف هي فعلا من تعرق التوصل لتوافق حول الحكومة الممثلين هم ممثلين لمجموعات ليبية سواء القبائل سواء مجموعات سياسية الأطراف الإقليمية ألا تلعب دور أيضا في العرقلة نعم لأن قرار الضغط لا يمكن أن يفضي إلى حل سياسي من أجل حل سياسي يجب على فرنسا وعلى الدول الإقليمية وعلى الدول العظمى أن تلعب دور حل حالة المشكل وليس عرقلة لا يمكن أن تصل إلى حل عن طريق الضغط هؤلاء الذين تضغط عليهم اليوم سيذهبون بطبيعة الحال إلى توجهات أخرى وإلى محور آخر نحن الآن في العالم العربي أصبحنا نرى محاور واضحة في السياسة الخارجية لكل دولة إذن أظن أن فرنسا علي أن تعي لغة العقل السياسي وأن تحافظ على هذا التقارب الليبي وأن تحاول أن توظف التقارب بشكل أكبر بعيدا عن لغة التنافر نعم نبقى في